الحديث الثلاثون كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول في ركوعه وسجوده سبحان ذي الجبروت والملكوت والكبرياء والعظمة أعد سبحان ذي الجبروت والملكوت والكبرياء والعظمة رواء داود والنساء وصححى النووي وحسن ابن حجر في نتائج الأفكار عنعوف بن مالك الأشجع رضي الله عنه قال قمت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة فقام فقرأ سورة البقرة لا يمر بآية رحمة إلا وقف فسأل ولا يمر بآية عذاب إلا وقف فتعوذ قال ثم ركع بقدر قيامه يقول في ركوعه سبحان ذي الجبروت إذن هذا من أذكار الركوع في قيام الليل هذا من أذكار الركوع في قيام الليل سبحان ذي الجبروت والملكوت والكبرياء والعظمة سبحان ذي الجبروت والملكوت والكبرياء والعظمة أربعة طبعاً طبعاً مناسبته قوله والعظمة هذا ذكر عظيم من الأذكار كان نبي صلى الله عليه وسلم يكرره كثيراً في قيام الليل في ركوعه وفي سجوده ولو قام بقدر سورة البقرة كرره بقدر سورة البقرة مع أنه كان لا يمر بآية رحمة إلا سأل ولا آية عذاب إلا تعوذ فكم صار طول القيام فكم صار طول الركوع والسجود فكم مرة ردد هذا الذكر سبحان ذي الجبروت والملكوت والكبرياء والعظمة قال عليه الصلاة والسلام أما الركوع فعظموا فيه الرب عز وجل وأما السجود فاجتهدوا في الدعاء فقمن يعني حقيق وجدير أن يستجاب لكم رواه مسلم إذا ركع المصلي لله وانحنى وانحنى ذليلاً لربه ولعزة الله متواضعاً متذكراً كبرياءة فإنه يذكر في هذه الحال هذا الذكر يقول سبحان ربي العظيم نعم أنزه الله عن كل نقص وعيب لا يليق بكماله وجلاله أنزه الله عن الجهل والعجز والتعب والإعياء والولد والزوجة وفي حال ذل العبد وخضوعه وانحنائه في الركوع وقد انخفض وطأطأ رأسه وطوى ظهره وربه فوقه يرى خضوعه وذله ويسمع كلامه وهو يقول هذا الذكر هذا من بعضه من كلام القيمة في شفاء العليل وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول في الركوع أيضاً اللهم لك ركعت وبك آمنت ولك أسلمت خشع لك سمعي وبصري ومخي وعظمي وعصبي رواه مسلم لكن لا يمتنع الدعاء في الركوع بما ورد كما لا يمتنع التعظيم في السجود بما ورد وإن كان أكثر الركوع تعظيم أكثر السجود دعاء كما ذكر ابن دقيق العيد في إحكام الأحكام وكما في فتح الباري وقد ثبت عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول في ركوعه وسجوده سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي البخالي واسلم فهذا دعاء كان يدعو به النبي صلى الله عليه وسلم في ركوعه مع التسبيح سبحانك اللهم وبحمدك الله مغفر لي الله مغفر لي دعاء لكن هذا بالنسبة للتسبيحات أقل في الركوع والنبي صلى الله عليه وسلم كذلك كان يقول في ركوعه وسجوده سبوح سبوح يعني مبرأ من النقائص والعيوب والشريك قدوس مبارك طاهر من كل عيد رب الملائكة والروح رواه مسلم وكان عليه صلى الله عليه وسلم يقول في سجوده أيضا اللهم لك سجدت وفيك آمنت ولك أسلمت سجد وجهه الذي خلقه وصوره وشق سمعه وبصره تبارك الله وإحسن الخالقين رواه مسلم وهذا تعظيم كان يقول في سجوده فالركوع هو محل التعظيم وهو والسجود حالتا ذل وخضوع وانخفاض ولذلك كان النبي عليه الصلاة والسلام يقول فيهما سبحان ذي الجبروت والملكوت والكبرياء والعظمة سبحان تسبيح وتنزيح وتقديس وتبرئ من النقائص أنزه الله عن كل نقص وعيد ذي الجبروت يعني من الجبر والقهر والملكوت مأخوذ من الملك مثل الرهبة والرهبوت والرحمة والرحموت وهي بمعنى واحد فالملك والملكوت معناها واحد والجبر والجبروت معناها واحد لكن زيادة الواو والتاء تفيد المبالغة ملكوت جبروت رحموت فالمعنى صاحب الجبر والقهر العظيم وصاحب الملك العظيم ظاهرا وباطنا كما أفاد الطبري بن أثير في النهاية والقرطبي وبن كثير فالله تعالى هو الجبار هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام والمؤمن العزيز الجبار المتكبر الجبار لها ثلاثة معاني إما تكون بمعنى الرؤوف وإما بمعنى القهار وإما بمعنى العلي أما الجبار بمعنى الرؤوف يعني جبار القلوب المنكسرة جابر القلوب المنكسرة وللضعيف العاجز ولمن لاذ به ولجأ إليه يجبر ضعفه وكسره ومصابه ويجبر قلوب المحبين له الخاضعين لعظمته بما يفيض عليهم من كراماته وبركاته ثانيا بمعنى القهار لكل شيء الذي دان له كل شيء وخضع له كل شيء هذا الجبار بمعنى القهار قال قتادة جبر خلقه على ما يشاء من أمره ثالثا الجبار بمعنى العلي الأعلى فهو أعلى من كل شيء وقد يراد به معنى رابع وهو المتكبر عن كل سوء ونقص وعن مماثلة أحد وعن أن يكون له كفء أو ضد أو سمي أو شريك في خصائصه وحقوقه كما في شأن الدعاء للخطابي والشفاء العليم وتفسير أسماء الله الحسن السعدي ونختم الآن بأبيات بن القيم رحمه الله ونواصل معكم إن شاء الله في الدرس القادم قال رحمه الله في النونية وكذلك الجبار من أوصافه والجبر في أوصافه نوعان جبر الضعيف وكل قلب قد غدى ذا كسرة فالجبر منه داني والثاني جبر القهر بالعز الذي لا ينبغي لسواه من إنساني وله مسمى ثالث وهو العلو وهو العلو فليس يدنو منه من إنساني وقال سبحان ذي الجبروت والملكوت والإجلال والإكرام والسبحاني نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجبر قلوبنا وكسرنا وأن يغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا والسلام عليكم